موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوع المغاربي والأسبوع المغاربي تتطرق في هذا العدد إلى مواضيع ذات أهمية جيو بوليتيكية حساسة جدا بالنسبة للجزائر والإقليم عموما فالأزمة الأوكرانية التي ألقت بتداعيتها على نسيج العلاقات الدولية وكذلك على الكثير من المجالات كمجالات الطاقة وكذلك الدبلوماسية وحتى أفرزت بعض المخرجات التي لها علاقة بالجانب الثقافي كل هذا جعلنا نطرح العديد من الأسئلة كيف يمكن للجزائر أن تعيد هندسة سياستها الطاقوية المرتبطة بالأمن الطاقوي للعديد من دول أوروبا وبالأخص في جنوبها مثل إسبانيا وإيطاليا وكذلك البرتغال البرتغال التي زار وزير خارجيتها مؤخرا للجزائر وكذلك ماسر الاتصال الإسباني بالجزائر حول إمدادات الغاز ولكن بعد ذلك قامت إسبانيا بالتعبير عن موقف قرأته الجزائر على أنه موقف غريب وكذلك مستهجا من الطرف الإسباني حول قضية الصحراء الغربية نرى كذلك بعض التحركات في الساحل أين تتواجد الكثير من الجماعات المسلحة التي ارتبطت حتى من الناحية التقليدية ومن ناحية الإعلامية بالعديد من القوى الغربية هذه القوى الغربية هل تعيد توزيع نفوذها في قارة إفريقيا أم أنها تسعى إلى رفع مستوى التنافس مع روسيا هذه الأخيرة التي ألقت بتداعيات كبرى على نسيج العلاقة الدولية وكذلك على الاقتصاد العالمي بقراراتها الاقتصادية الأخيرة سواء متعلقة بالطاقة أو المتعلقة بالمبادلة التجارية من أجل معالجة كل هذه الأسئلة والمواضيع أسعد باستضافة الأستاذين والضيفين معي في الستوديو الأستاذ حاكيم مغرارة الصحفي والمحلل السياسي مرحبا بك أستاذ أهلا شكرا على الدعوة أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكاري شكرا أستاذ وكذلك معي الضيف الثاني الأستاذ جافر عبد الرحمة الكنني مرحبا بك أستاذ شكرا لقبول الدعوة شكرا أهلا بك شكرا نعم إذن أعزائنا المشاهدين نبدأ هذه الحسة بأول سؤال يمكن أن نعتبره عاما أستاذ حاكيم ما قراءتنا للتداعيات التي أفرزتها الأزمة الأوكرانية على مستوى العلاقات الدولية ككل أعتقد بأن الأزمة الأوكرانية كشفت عن قصور كبير في النظام العالمي الجديد على الأقل منذ نهاية الحرب الباردة إلى يومنا هذا وبالتالي فكل إجراءات التي سعت إلى تنظيم هذا العالم وتنظيم العلاقات الدولية والهيئة الدولية من أجل إحلال السلم والتنمية تكون قد سقطت في الأزمة الأوكرانية وأظهرت بأن العالم بعد أوكرانيا ستكون أوضاعه صعبة جدا أعتقد بأن العالم سيسير أكثر نحو التحالفات لأن عجز كل الدول الكبرى على السيطرة على العالم قد ظهرت في أزمة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية لو لا المساحة الأوروبية لم استطاعت أن تصل إلى أوكرانيا وبولندا ومقابل روسيا بكل عظمتها العسكرية وترسانتها النووية عقدت تحالفا مع الصين وكوريا الشمالية وتحاول استقطاب إيران التي تعرف صراعا بين الشرق والغرب بالنظر إلى المعطايات خاصة التي فرضتها معطايات الطاقة والتزود بالطاقة العالمية وهنا ربما قبل أن نصل إلى الجانب السياسي ربما قد ألهمتني نقطتين أريد التساؤل حولهما النقطة الأولى على ذكرك كلمة التحالفات الجزائر معروفة عنها في تقاليدها السياسية أنها تتبنى مبادئ منظمة دول عدم الانحياز السؤال الأول هنا هل الجزائر سوف تنخرط في هذا الجانب التحالفات أم أنها قد تجد صعوبة ربما بين الموازنة بين مبادئ دول عدم الانحياز والظروف الحالية والنقطة الثانية أيضا السؤال المتعلق بالصين هل اعتماد روسيا على الصين قبل دخولها في هذه الحرب سيجعل ربما الصين أكثر ارتكازا في المنتظم الدولي أم ربما هناك قراءة أخرى نبدأ أولا بجانب الجزائر أو أصيب كما تشير أعتقد بأن الجزائر بالنظر إلى التحولات الإقليمية والعالمية ظهرت بأنها هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي استطاعت أن تواجه كل الأزمات والأعاصير التي مرت بالمنطقة وتقلها في الاتحاد الإفريقي وضمان توازن نوعا ما في القراءة الإفريقية وكونها جدار صد لجحافل الهجرة نحو أوروبا وأعتقد بأن روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب بصفة عامة الكل يريد الحفاظ على استقرار الجزائر ودعمها واحترام مواقفها تاريخيا الجزائر لديها علاقات استراتيجية مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا والكل يعرف بأن التسلح الجزائري معظمه من روسيا وبالتالي فالجميع يحترموا هذه العلاقات بين الجزائر وروسيا ثانيا الجزائر بحكم كونها مورد مهم وموتوق فيه في الطاقة وأعتقد بأن هذا الأمر جعل الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل الحفاظ على دور الجزائر ومكانة الجزائر وحياد الجزائر في مختلف الأزامات العالمية لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزامات وحياد الجزائر في الأزامات الدولية على ذكر المصطلح الحياد هذا يعني ربما أن مبادئ الجزائر في عدم الانحياز قد تساعد دول أخرى منخارطة في هذه الحرب أكثر مما ربما قد تمس بمصالحها يعني ربما عدم الانحياز في حد ذاته شيء يساعد حتى بعض الأطراف المتصارعة لا هي الجزائر تعرف بأن الأزمة الأوكرانية غير بارئة وخلفيتها كبيرة جدا وهي خيوط استخباراتية وصراع مصالح والجزائر ليست متدخلة في مثل هذه الأمور ولذكر الجزائر إلى حد الآن لم تؤيد لروسيا ولم تقف مع أوكرانيا فهي تتابع التطورات وتنادي من خلال زيارة رمطان العمامر إلى الصين إلى ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة وضرورة الابتعاد عن فرض العقوبات الأحادية الجانب وكلها كانت رسائل مشفرة للشرق والغرب بأن ما يحدث في أوكرانيا هو خطأ علامي جسيم متواطئ فيه الكثير من الخلفيات والمصالح الضيقة بعيدا عن ما يسوق له في وسائل الإعلام وبالتالي فالجزائر بحكم اتقالها الجيو السياسي أعتقد بأن الجامع يعمل من أجل أن تبقى الجزائر مثل ما هي في مختلف الأزمة الدولية لأنها أصبحت محور توازن بين الشمال والجانب نعود إلى الصين في حد ذاتها أيضا هل اعتماد روسيا على الصين أكثر فأكثر قبل دخولها في هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اعتمادها على الصين من حيث الجانب الاقتصادي وحتى من حيث الجانب الدبلوماسي هل سيعزز من مكانة الصين أكثر فأكثر وربما قد خدمها أكثر مما خدم روسيا هو أنا أعتقد بأن علاقات الصين مع روسيا تصنعه العداء الكبير للولايات المتحدة الأمريكية للصين وبالتالي فالصين تاريخيا دائما تعول على الاتحاد السوفيتي أو على روسيا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تجعل الصين عدوا أولا خاصة بعد القفز الكبير في مجال التكنولوجيات ووصولها إلى مستويات متطورة جدا وحتى غزوها للأسواق الأمريكية وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية خاصة منذ عهد طرامب وبايدن أعتقد بأن الصين فقدت كل الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعرف بأنها لن تنجو من الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالتحالف مع روسيا حتى تخلق نوع من التوازن الرعب بين الشرق والغرب وبالتالي فالصين التي تسير أزمة أوكرانيا بدكاء كبير خاصة وأنها روسيا تسير أزمة أوكرانيا لا لا الصين تسير أزمة أوكرانيا لأن الغرب وجد في الصين ورقة أخرى ضاغطة غير مباشرة على روسيا فالكل يدعوها إلى ضرورة التدخل والتوسط في الأزمة الأوكرانية ونشاهد بأن الصين يتريت وترك المبادرة لتركيا والكثير من الدعوات من أجل حل الأزمة الأوكرانية وتحفظت الصين على التدخل على الأقل في الوقت الحالي حتى تظهر الأمور أكثر كما أنها توجه رسالة إلى الغرب والذين دعوها إلى التوسط في حل الأزمة الأوكرانية لأن قضية طيوان أعتقد بأنها مرتبة بعد قضية أوكرانيا وبالتالي فالغرب بقدر ما هو يطالب الصين بحل الأزمة الأوكرانية إلا أنه متوجس من تعامل الصين مع جزيرة طيوان وبالتالي كما قلنا العلاقات الدولية أعتقد بأن هذا التشابك وهذا التعقد في العلاقات سيفرز مخاضا عسيرا من أجل ميلاد نظام عالمي جديد سيكون مجالا لتكتولات كبيرة اقتصادية عسكرية وربما سيكون قائما على المنظمات الإقليمية والتكتولات الإقليمية أكثر مما يكون قائما على الدول كوحدة في حد ذاتها أنتقل بسؤال آخر إلى الأستاذ جافر الكناني وهو لا يقل أهمية عن الأسئلة الجيو بوليتيكية التي قدم الأستاذ حاكيم صورة ومشهدا لها وربما السؤال الذي سأطرحه عليه يحمل الخلفية التي تحرك كل عالم حاليا ألا وهي الخلفية الثقافية هل هناك تداعيات ثقافية للأزمة الأوكرانية حاليا وبالأخص حينما وجدنا أن هناك صدام ما بين الفكر الأوراسي الجديد بقيادة روسيا وحتى الثقافة الشرقية في حد ذاتها كروسيا وبعض دول آسيا وبعاهم الصين ضد الفكر الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية هل هذا الصدام مجرد صدام عسكري في أوكرانيا أم يحمل صدام الثقافية في حد ذاته في قلب العالم المتقدم قبل الإجابة على السؤال على ضوء الأسئلة التي طرحت على الأستاذ حكيم يفترض أن نشخص بعض المفاهيم ونطرحها بشكل صحيح مفهوم التحالفات أجاب عنها الأستاذ حكيم أن الجزائر بعيدة كل البعد عن إبراء من تحالفات مع قوى معينة لكن يفترض أن نستبل هذا المصطلح بمصطلح آخر أكثر دقة تتعامل به الجزائر وتتعامل به معظم دول العالم الثالث وهو مصطلح الشراكة أو مصطلح الشراكة الاستراتيجية الجزائر تمتلك شراكة استراتيجية مع روسيا كذلك تمتلك شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع صين ومع دول أخرى الشراكة لا تحول الدولة إلى تابع ولا تتورط في صراعاتها ولا تتورط في حروبها فالجزائر ملتزمة بمبدأ الشراكات الاستراتيجية المتوازنة والمتحادلة مع مختلف دول العالم فيما يخص الصين أن الصين هي المستفيدة الأول مما يجري حاليا لأن الصين فعلا تمركزت كقوة اقتصادية مستقرة بعيدة كل البعد عن دائرة الصراعات وتسعى إلى أن تكسف الصراع هذا لصالحها من خلال اتفاقيات الثنائية الاتفاقيتين التي أبرمتهما مع روسيا قبل تصاعد الأزمة في أوكرانيا وهي أنه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية وكذلك اتفاقية الشراكة في منحي التمدد الأمريكي ومنحي تمدد حلب شمال الأطلسي باتجاه شرقي أوروبا وباتجاه روسيا للإجابة على السؤال بكل تأكيد الحدث الحسكري ليس حدثا مجردا لأنه ينعكس بكل آثاره السلبية طبعا على واقع الحياة بشكل هام اقتصاديا تقافيا اجتماعيا وحتى نفسيا كلنا يدرك أن حالة الحرب تنعكس أول ما تنعكس بآثارها على الحالة النفسية لأن الحالة النفسية ستتغل في حالة تراقب وتوتر وربما هذه الحالة حالة التراقب وحالة التوتر تؤجل الكثير من القيم وتؤجل الكثير من الأفكار وتؤجل الكثير من الحادات ومن التقاليد بمعنى أنه يكاد يتحول الفكر الإنساني إلى فكر أحادي في إطار التركيز على الحدث القائم فلا يمكن في هذه المرحلة بالذات أن نتحدث عن تحولات انتقافية بل علينا أن ندرك أو أن نستكشف أن هناك أزمات نفسية طبعا بغض النظر عن الأزمات الاقتصادية والاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية لكن نأخذها من الجانب المعنوي أو نأخذها من الجانب الإنساني لهذه الآثار على الحالة النفسية طبعا من الممكن جدا أن تحدث عملية تغيير جذري على مستوى التفكير الإنساني ككل ولا نستطيع أن نقول أن هذا تأثير تكسيكي أو تأثير وقتي ومرحلية يزول بزوال المؤثر الحالة النفسية عندما تتأثر بحدث ما هذا الحدث سيترك ترسباته بشكل مدى الحياة لا يمكن التخلص منها بأي شكل من الأشكال وعندما تتبدل الحالة النفسية أو تخسر الحالة النفسية جزء من ثوابتها فبكل تحكيد ستحمل إلى تغيير اهتقافاتها وتغيير سلوكياتها بدليل أننا في زمن القطبين كانت ثقافتنا تختلف بالضبط وهذا الذي أردت أن أطرحه كسؤال حاليا هناك سيدان ثقافة ما بين الأوراسية والقايدة الروسية التي تعتمد على الإرث الأورثوفكسي وعلى الثقافات الشرقية من حيث الفن والعمران واللغة وغير ذلك والفكر الأطلسي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها على فكرة في سؤالك ترتقي بواقع الأنظمة الكبرى التي تقود العالم ترتقي يعني تمنحها صفة حرارية ولا نجد نحن في أي قوة من قوة العالم الصفة الحوارية لأن الصفة الحوارية لو تمتلك القوة الكبرى مشاريع ثقافية إنسانية حقيقية لما دخلنا في حالات حرق وفي حالات تصادم لكنه قل ما هي المخططات وما هي الأدوات التي تستخدمها القوة الكبرى في تحقيق بلوغ أهدافها بكل تأكيد الدين واحد من الأدوات التي يسعى الطرفان إلى استغلالهم بس استغلال سيء واستغلال منافق لجذب الشرائح الإنسانية الشرائح الإنسانية الأكبر لا يمكن أن نتحدث عن حضارة نظم كبرى من كان الأولايات المتحدة الأمريكية هي متحضرة؟ هل تمتلك مشروع ثقافيا؟ روسيا هل تمتلك مشروع ثقافيا متحضرا؟ عندما تأخذ المصالح الأولوية ينسون كل القيم وينسون كل المبادئ هل هذا يعني أستاذ أننا يمكن القول بأننا أمام استخدام معاصر وجديد للوحدات الثقافية والوحدات الحضارية بما تتضمنه من دين ومعتقدات وتاريخ وحضارة وإرث في صدام جيو بوليتيكي خطير جدا؟ للأسف الصراع مجرد من كل هذه القيمة نحن نعيش في حصر لا وجود فيه لكبار المفكرين ولكبار المنظرين ولا وجود أصلا لنظريات فكرية عندما كان صراع القطبين سواء عندما نستطيع أن نستذكر أسماء في فرنسا نستطيع أن نستذكر أسماء علماء ومفكرين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في روسيا كان الصراع يدار على هدى نظريات مستقبلية الآن الصراع عشوائي الآن الصراع عبتي الصراع أشبه بصراع بدائي صراع على قطعة أرض صراع على شاطع بحري صراع على منابع نفط صراع على حقول غاز أعطيني صراع واحد حضاري بإمكانك أنت الآن وأنت تجير هذا البرنامج وتطرح هذه الأسئلة أعطيني صراع حضاري دولي واحد نعم أستاذ وهنا أطرح سؤالا آخر حتى أوروبا تخلت عن تقافاتها حتى أوروبا تخلت عن تقافاتها نحن نعرف مثلا في فرنسا حفهم في عام 1968 ما يعرف بثورة الطلبة عركات طلابية ثورة الطلبة كانت عبارة عن ثورة يعني هدفها أن تحدث متغيرات جدرية في التقاف البشرية ككل بدليل أنه ظاهرة كثير حتى من المظاهر يعني المظاهر حتى على مستوى اللباس كان اللباس بنوع من التحرر سواء اللباس الرجالية حتى اللباس النسائي الآن لا وجود لثورات حضارية الآن من يقود من القوى الكبرى القوى الكبرى التي تسعى إلى أن تتحكم بهذا العالم هي قوى متخلفة ذهنية قوى لا تمتلك أي قيمة أي قيمة من قيم الحضارة ومثال على ذلك غزو العراق كان قائم على كذبة كيف بنظام عالمي متقدم يعني يقود القطب الأوحد في العالم يتحرك وينهي دولة ويبيد شعب بناء على كذبة على معلومة كاذبة فلا نتحدث عن الحضارة ولا نتحدث عن انتقافات الآن دخلنا في مرحلة همجية الهمجية الحروب وعقول طامعة في تحقيق مكاسب مادية زمن اتقافة زمن اتقافة انتهى انتهى مع بروز العولمة مع بروز العولمة لأن ماذا تعني العولمة؟ العولمة على فكرة يعتبر أنه المشروع الحضاري الأمريكي البديل لكل الحضارات المتوارثة يعتمد على إلغاء التراث، على إلغاء كل الاتقافات، يعتمد على إلغاء العقائد، يعتمد على إلغاء مبادئ الانتمائي للوطن يعتمد على إلغاء كل شيء وتحول العقل من عقل منتج إلى عقل استهلاكي فإذا إثقافات انتهت، لا نتحدث عن إثقافات ماذا قال جانبول سلتر؟ جانبول سلتر واحد من المعادين للولايات المتحدة الأمريكية زار الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا يعتقدون بأنه سيعود إلى فرنسا مذهولا منبهرا بالولايات المتحدة الأمريكية قالوا، كيف رأيت الولايات المتحدة الأمريكية؟ قالهم البلد الوحيد الذي انتقل من التخلف إلى الهمجية من جون المرور بالحضارة مختصر، فعلا هناك همجية في إدارة الحالم بدليل أنه كان يقول للأسف القيادات الراهنة واضح أنه قيادات لا تقرأ وقيادات غير مثقفة صحيح أستاذ، إذن أنت وقفت عند هذه النقطة؟ سمحني أستاذ نبي، في نفس الموقف ما تحدث عنه الأستاذ الكناني هو بعد برز الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية جاءت بمشروع التقافة الاستهلاكية ومدرست فرانكفورت فسرت في هذا الأمر وقالوا بأنهم نقلوا التقافة من الرواية ومن الأدب ومن الكتاب وجعلوها سلعا معلبة تصدر مثلها مثلها باقي ويعرف الجميع بأن أوروبا هي مهد الأدب ومهد الحضارة اليونانية ومهد الفلسفة ومهد مدارس الأخلاقية الألمانية وبتالي هذا التوجه الإمبريقي الأمريكي الذي يعتمد على الإحصائيات ويعتمد على الاستثمار وعلى القوة المالية وعلى قوة الإعلام في تسويق هذه التقافة المعلبة ومع بوروس فرانسيس فوكوياما ونظريات نهاية التاريخ نهاية الأنسة نوصل من تجاوز من نهاية التاريخ إلى نهاية الأنسة نهاية التاريخ وصدام الحضارات الذي يظهر بأنه كان وراءه منظرين ولا يخفى على أحد بأن السقور الإدارة الأمريكية لا يعترفون إلا بلغة السلاح ولغة الدم من أجل تحقيق المبادئ الكبرى لملايات المتحدة وهم أنفسهم الذين يسمونهم في دراسة الأكاديميكة الواقعيين الجدد وبالأخص الواقعيين الهجوميين أستاذ على كل حال شفنا ربما الجانب الجيو بوليتيكي وشفنا الجانب الثقافي الآن تسأل عن الجزائر أي هوامش للمناورة الجيو بوليتيكية بالنسبة للجزائر في ذلك المتغيرات جيو سياسية من جهة ومتغيرات ثقافية وحضارية أيضا من جهة أخرى هو الجزائر أمامها فرصة كبيرة من أجل تقوية مكانتها سواء إقليميا أو في إيطال العلاقات الدولية خاصة ونحن مرتبطين كثيرا بالطاقة وبالعائدات النفطية خطأ الجزائر منذ الاستقلال أنها لم تستطمر هذه الطفرة النفطية والعائدات المالية الضخمة في بناء مجتمع ومشروع مجتمع يكون قوة إقليمية مؤثرة وبالتالي فهذا الضرف الذي تمر به العلاقة الدولية يمكن أن يفيد الجزائر كثيرا خاصة وأن دور الدول يبرز في الأزمات لو نحتسب الزيارات الدولية التي عرفتها الجزائر منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية هذا يعطيك العديد من المؤشيرات بأنه بإمكانك أن تتطور أكثر وأن تلعب دورا أكثر ما هي المؤشيرات؟ أعطنا شوية مؤشيرات هذه المؤشيرات ضرورة استغلال العائدات النفطية في تعزيز النظام التعليمي والبحث العلمي وتقوية الاقتصاد الوطني وبروز الجزائر كقوة مصدرة للمواد الاستهلاكية لأن القمح يعرف بالسلاح الأخضر ولديك طاقة مياه مخزون مياه في الصحراء يكفي لأربعمائة سنة أربعة قرون وهذا حسب الدراسات وحسب إحصال لديك الكثير من الأدوات لو استغليتها وطورتها جدا لكن هذا لا يبنى إلا بتطوير الجبهة الداخلية من خلال محاربة الفقر محاربة الأمية تعزيز المورد البشري وقف هجرة الكفاءات الجزائرية لأن هذه الدول تكافح وتناضل وتصمد بقوة المورد البشري مثلا لو نظرنا إلى الشعب الروسي منذ انطلاق الأزمة لم تسوق لنا وسائل الإعلام أي مشاكل في التزود بالمواد الاستهلاكية أو تأثر في القدرة الشرائية وفوق ذلك سوقوا بأن الرئيس بلاديمير بوتين ضاعف الأجور ومنح الكثير من العلاوات والمنح وهذا أمر مهم جدا حتى تكون الجبهة الداخلية جدار صد لكل المؤامرات الخارجية لأن قوة الإعلام والتركيز الإعلامي والدعاية ضد روسيا أعتقد بأنها سقطت والكثير من وسائل الإعلام بالمقارنة مع بداية الأزمة واليوم غيرت كثيرا من خطوطها الافتتاحية وأصبحت أكثر توازنا بين أوكرانيا وبين روسيا وبالتالي فهذه المعطايات التي مكنت الدول من صمود في الأزمة الأوكرانية على الجزائر أن تقرأ التاريخ جيدا وأن تستغل هذه الطفرة النفطية خاصة وهنا كنت سأتسأل حول أقل من شهر رأينا زيارة لوزير الخارجي الإيطالي في أقل من شهر كذلك اتصال ربط رئيس الوزراء الإسباني برئيس الجزائري وكذلك في أقل من شهر نرى زيارة لوزير الخارجي البرتغالي يعني الدول المتوسطة كلها تتحرك بعد هذه الأزمة مباشرة نحو الجزائر وغالبا تكون خلفيتها متعلقة بالأمن الطاقة والأمن الاقتصادي ولكن ما قراءتنا لذلك وكيف يمكن استشرف مستقبل هذا الأمر ترقبونا إعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حساتكم الأسبوع المغاربي وقد كنتم بصدد طرحي سؤال الأستاذ حكيم بغلرة حول القراءة الجيوبوليتيكية المحتملة لتحركات بعض دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا إسبانيا ومؤخرا أيضا البرتغال كل هذا في شهر واحد بعد بداية الأزمة الأوكرانية ما قراءتكم لهذه التحركات التي أتت كلها نحو الجزائر في توقيت حساس وتقريبا متشابهة حتى من حيث مواضيعها وملفاتها أي المواضيع والملفات الطاقوية هل هذا مؤشر لكون الجزائر صمام أمال الأم الطاقوي لأوروبا مستقبلا أم ربما مساومات جديدة هو من جهة الأوروبيين هذا نوع من البراجماتية السياسية والاقتصادية لأنه عند اندلاع الأزمات الكل يفكر في مرحلة ما بعد الأزمة وتابعات الأزمات وبالتالي برزت الطاقة كأهم إشكالية في هذه الأزمة الأوكرانية بعيدا عن الأمن الاستراتيجي الذي هو إشكالية هم العالم بأكملها زيارة وزراء الخارجية الإيطالية والسلوفينية الإسبانية والبرتغالية إلى الجزائر هي لضمان تزود هذه الدول بالطاقة خاصة مع بروز ضغوطات أمريكية بضرورة تقليل من الاعتماد على الغاز الروسي الإشكال مثل ما قال الأستاذ عندما نتحدث عن شراكات هذه الشراكات أعتقد بأنها كذلك مصطلح استعمل بطرق متناقضة فالغرب يحاول مراوغاتك بالحادث عن شراكة مثلا في الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بعد منذ سفتمبر 2005 دخل هذا اتفاق الشراكة خسرت الجزائر 30 مليار دولار جراء التفكيكات الجمهورية وازدادت أرباح الأوروبي الجمهورية الجمهورية هذا اتفاق الشراكة من بين بنوده تصدير تكنولوجيا في مجال الاقتصاد والزراعة إلى دول جنوب المتوسط أو شمال القرى الإفريقية لأن الأوروبيين مثلا تفاوضوا على انفراد مع المغرب والجزائر وتونس وليبيا ولم يتفاوضوا كمجموعا من أجل ضمان المصالح وبالتالي فالأوروبيين عند المصلحة يأتون إليك لكن منذ هجوم تيغنتورين في الجزائر أوقفت تقريبا كل الشركات المتعددة الجنسية الأوروبية الاستثمارات في مجال الطاقة في الجزائر وهذا ما شكل حصارا على الجزائر وبالتالي دائما بالعودة إلى السؤال جزائر لديها الكثير من الأدوات لكنها غير مستغلة لأن في مثل هذه الظروف وموقع الضعف الذي توجد فيه دول جنوب أوروبا يمكن أن تحقق بعض المكاسب وهنا يمكن أن نقول عن الصحراء الغربية كانت للجزائر يمكن أن تفرض نوع من الضغوط من أجل إحقاق توازن في قضية الصحراء الغربية وعلى ذكر الصحراء الغربية مؤخرا على سبيل المثال رأينا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز ربط اتصالا مع رئيس الجمهوري الجزائرية سيد عبد المجد تبون وتكلم حول الأمن الطاقوي وإمدادة الغاز وغير ذلك وكأنه كان يعبر عن بعض مخاوفه من تحرك وشيك للجزائر قد يمس بأمن الطاقة الإسباني ولكن بعد بضعة أيام رأينا الحكومة الإسبانية تتخذ موقفا استهجنته على كل حال كثير من الأطياف سياسية الإسبانية والجزائرية لا حد سوى وحتى الجزائر أعربت عن استغرابها لهذا الموقف الجديد من طرف الحكومة الإسبانية أين تماهت مع طرح الحكم الذاتي وكأنها تجاوزت طرح تقرير المصير الذي قد يشمل طرح الحكم الذاتي مثل ما يشمل الاستقلال التام وذهبت نحو تأييد والإنحياز إلى طرح واحد فقط من الحلول الموجودة فما هي قراءتكم لهذا التغير المفاجئ في الموقف الإسباني أم أنه أصلا هذا هو الموقف على كل حال تقليدي ولكن تم التعبير عنه وفق الضغوط الحالية هو الكثير من المتقافين والمتابعين قضية صحراوية في إسبانيا قالوا بأن نظام في إسبانيا دائما مكان مراوغا ويستغل الورقة الصحراوية من أجل اللاعب على وطر الجزائر والرباط من أجل أن يضمن مصالحه لكن طريقة تسويق هذا الموقف هو الذي جعل الجامع يستغرب لأن الموقف أعلن عنه نظام المخزن ولم تعلن عنه السلطات الإسبانية وهذا أعتقد بأنه أمر يهين الدولة أو المملكة الإسبانية إسبانيا أعتقد بأنها تسويق لمشكل خاطر جدا في الداخل الإسباني لأن هذا الاعتراف بالحكم الذاتي كحل القضية الصحراوية قد يعيد تحريك إقليم كاتالونيا من أجل الانفصال عن إسبانيا ما دام التسويق للحكم الذاتي ولتقسيم الدول وبالتالي فإسبانيا أولى أن تقسم من خلال منح الاستقلال لإقليم الباسكوة إقليم كاتالونيا وهكذا تصبح إسبانيا مرجعا في التقسيم وفي إيجاد حلول جدرية لمختلف الأزمات حسب روايتها وربما حتى الأمر مرتبط بتقسيم أوكرانيا أيضا إقليم الدونباس الذي استقل عن كيف فهو الإشكال في إسبانيا حتى الأحزاب اليمينية المعروفة بالقومية استغربت كثيرا هذا الموقف لأن العرف الدستور الإسباني أي قرارات مثل هذه تدرس على الأقل في مجلس الوزراء أو تحالوا على البرنامج قبل اتخاذ قرار وبالتالي الكثير من الإسبانيين الذين يهددون غدا السبت بمظاهرات كبيرة جدا في كل الولايات والأقاليم الإسبانية ردا على هذا السلوك الانفراضي لبيدرو سانتشاز الذي لم يفهمه أحد وحتى الوقت الذي صدر فيه أمر غريب جدا الذي يتميز بتشابك العلاقات الدولية وحتى الاتحاد الأوروبية وهذا يجعلنا نطرح أسئلة أخرى ربما تعلق بالخلفية الثقافية والذهنية كما طرحها تواصلا مع النقاش هناك سؤال آخر هذا القرار رئيس الوزراء الأسباني والحكومة الأسبانية الحالية قرارها المتغير أو المفاجئ بخصوص طضية الصحراء الغربية إذا كان أضر بها داخليا ويهدد حتى التحالف الذي يسند بقاء الحكومة فلما يطرح إذن يعني رغم كل الانعكاسات والآثار السلبية التي ظهرت على الساحة الأسبانية أكثر مما ظهرت في مكان آخر إذن لما تتمسك حكومة أسبانيا تتمسك بهذا الموقف رغم التداعيات ورغم ردود الأفعال التي تهدد نوعا من الاستقرار السياسي في أسبانيا هذا يؤكد بأن القرار الأسباني أو المتغير الأسباني قرار ليس بقرار سيادي داخلي وإنما خضع لضغوطات داخلية وخاصة ضغوطات أمريكية بدليل أن أول من ساند الموقف الأسباني الجديد هي الناطق الرسمي بإسم مزارة الخارجية الأمريكية ساند وعيد الموقف الأسباني أعقبتها مباشرة وما خلفية ذلك؟ أحسن أن أقول هذا أعقب الموقف الأمريكي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيضا أيد وساند أسبانيا بنفس الوقت بمعنى أن الرؤية التي أقولها أنه التغير في الموقف الأسباني أبعد من قضية الصحراء الغربية التغير في الموقف الأسباني مثل ما قلنا أنها عبارة عن ضغط دولي طبعا الجزائر معنية أكثر من غيرها أكثر من ما معنية قضية الصحراء الغربية في هذا الموقف طبعا هناك لتحليل كل الكلية تساءل أنه ما سر التغير في الموقف الأسباني يعني تغير خلال أيام قليلة حقيقة عندما نقرأ المتغيرات السابقة المتغيرات التي جرت على الساحة خاصة على ساحة المملكة المغربية وبنفس الوقت تطور السلبي لواقع العلاقات المغربية الجزائرية نستطيع أن نعرف ما هي الأسباب التي دعت أسبانيا إلى اتخاذ مثل هذا الموقف طبعا لا ننسى الاتفاقية التطبيع المغربية الإسرائيلية وما أعقبت هذه الاتفاقية من إنشاء قاعدتين عسكرية وإنشاء قاعدتين عسكرية واقتصادية على حدود ستة مليلة بمعنى على حدود رسميا تعتبر على حدود أسبانيا وهذه المنطقة تعتبر من المناطق الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا وسياسيا وأميا بمعنى أن الكيان الإسرائيلي أصبح شريكا في هذه المنطقة وبإمكانه فقط شريكا للمغرب طبعا وشريكا حتى لأوروبا وليس لأسبانيا فقط يعني بل أكثر من أن يكون شريكا يعني وربما أن يكون بدينا لأسبانيا في النقطة الرابطة ما بين أوروبا وما بين أفريقيا فهنا هذه تشكل نقطة ضغط قوية جدا على أسبانيا لا تستطيع أن تواجهها إلا باتفاق ثلاثي أسبانيا إسرائيلي مغربي وأعتقد هي هذه أنا أعتقد مجرد اعتقاد لا أنتلك الدلائل لكن ما أعتقد أنه سيظهر الزمن يعني مستقبلا سيظهر وجود اتفاق ثلاثي أسبانيا إسرائيلي في ما يخص يعني إيجاد نوع من الشراكة ونوع من تقاسم إدارة إدارة المنطقة لأنه لا مبررة يعني لا مبررة لأسبانيا أن تنقل هذا الانقلاب الخطير خاصة أن المغرب تنتظر زيارات سيادية زيارة سيادية من قبل وزير الخارجي الأسباني تعقبها زيارة رئيس الوزراء زيارة رئيس الوزراء الأسباني تصريح رئيس الوزراء في الدفاع عن موقفه يعني يقول أنه لا يمكن لي أن أتخيل أني لا أمتلك علاقة استراتيجية مع المغرب طيب من حقا كان تنتلك علاقات استراتيجية مع المغرب وهذا موقف سيادي يعني لا يعترض عليه أحد لكن أن تتخلى عن مبادئ معلنة ومبادئ مطلقة مبادئ حق تقرير المصير كيف تتخلى؟ تتخلى عن هذه المبادئ لأنه أنا قلت كلمة في برنامج آخر الدول الكبرى خاصة الدول المتحالفة في إطار تكتل وهو تكتل الاتحاد الأوروبي تكتل الاتحاد الأوروبي له معايير معايير تعتبر مثابة المعايير الثابتة لا يمكن أن يغيرها بأي شكل من الأشكال بمعنى يسقط القيم الضامنة لبقاء هذا الاتحاد من ظن المبادئ الثابتة هي موضوع حق تقرير المصير طيب كيف تستطيع أن تتخلى عن ثابت مطلق من أجل تكتيك المرحلي؟ صحيح فأنت لا تلك استراتيجية ولا يمكن أن نتق بمواقفك بأي شكل من الأشكال وفي هذا السياق أستاذ حقيقة حتى موقف ألمانيا منذ مغادرة ميركن أصبح ياميل لتعييد الحكم الذاتي وأعرب أوليف شولتس المستشار الألماني صراحة عن ذلك وتحدث عن ضرورة إعادة تطبيع العلاقات الجزائرية الألمانية المغربية لكن في السياق ما قال الأستاذ الكناني يمكن أن يكون هذا التغير المفاجئ لإسبانيا والذي جاء بعد زيارة ويني تشيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بطريقة غير مباشرة على الدول المحسوبة حليفة لروسيا من أجل إبداء مواقف أكثر شراسة ضد روسيا والإنخيرات في هذا التحالف العالمي لتأليب الدول الحليفة والصديقة لروسيا على روسيا على روسيا خاصة أهم نقطة في زيارة بايدن إلى أوروبا وعقده ثلاثة قيمة هو صرح بصريح العبارة قال أريد عزل روسيا عن العالم ووجه تهديدات صريحة للصين من مغبت مساعدة روسيا على تجاوز هذا الحصال العالمي وبالتالي فهذه رسالة للكثير من الدول لأن بوتين هم يترصدون ما يقوله بوتين عندما قال لهم أريد قائمة بالدول التي هي الصديقة لروسيا ودول عدوة لروسيا حتى يكيف العلاقات الاقتصادية وخاصة صادرات القمات ممتاز وهذا هو السؤال الجوهر الذي كنت بصدد طرحه فلنفترض أن هذه القائمة قد وضعت على الطاولة وقد صدرت فعلا على كل حال قبل بضعة أيام الآن ستكيف روسيا علاقاتها مع الدول وفق دول صديقة ودول غير صديقة أبدت تصرفات عدائية جه روسيا ما هي المخراجات الممكن استشرافها لهذا التكيف على سبيل المثال الجزائر الجزائر شركة استراتيجية لروسيا هي وغيرها والكثير من الدول صديقة لروسيا كيف يمكن أن تتكيف العلاقات معها يعني تبقى دائما علاقة مستقرة وفق مكانت أم أنها ستشهد نوعا من التطور وهذا التطور كمتغير قد يؤدي إلى ربما تغير في العلاقات الجزائرية مع الدول الأخرى أم لا يؤدي وإنما ربما تطور إيجابي فقط لا هو أعتقد بأن روسيا ومثلها مثل الجزائر في تصرفها في الأزمات مثلا الجزائر إلى حد الآن لم تطرح مشكلة استعمال الطاقة ضد إسبانيا من خلال الضغط عليها لأن المتابع لتسيير روسيا للأزمة روسيا لم تعادي الشعوب الأوروبية والدليل بأنها لم تقطع إمدادات الطاقة لأن الشعوب والاقتصاديات هي التي تستفيد وأمام هذا الهدوء وبرودة الأعصاب الروسية خرجت منظمة أوكسفام العالمية وبدأت تروج للمجاعة وبتضرر الكثير من دول الجنوب من هذه الأزمة الأوكرانية من أجل تقليب الرأي العام العالمي وخاصة في الجنوب ضد روسيا ألا ترى أن هناك استخدام أيضا للمنظمات الدولية السؤال الأستاذ جعفر ألا ترى أن هناك ربما استخداما للمنظمات الدولية الاقتصادية والسياسية لنشر تقارير في النهاية تكون تقارير مغلوطة ومبنية على افتراضات غير مثبتة أصلا هل هذا مشكلة ربما السياسي أم هو مشكلة الثقافية في حداته وأن النظام الدولي يعاني من مشكلة الثقافية حقيقية يستخدم فيه أي شيء حقيقة الأستاذ نبيل الفساد الذي استشراه في جميع دول العالم للأسف استشراه أكثر على مستوى المنظمات الدولية يعني التي تتحمل أمانة إدارة المجتمعات الإنسانية وأمنها وسلامتها وهناك أمثلة وهناك أمثلة حديدة يعني أنا أذكر في مرة من المرات يعني في عام 2006 تقريبا يعني حصلت على مجموحة من المحلمات وفي تقرير كامل عن دور كوفي عنان في سلب أموال الصندوق النفط مقابل الغذاء بالوثائق يعني حتى الوثائق هذه بيدل للأمم المتحدة الأمريكية وهذا الأمين الحام للأمم المتحدة ويعني ينهب ويسلب في أموال شعب محاصر يعني نفط مقابل الغذاء نفط مقابل الغذاء هناك هناك مثال آخر يعني كلنا يعرض مثلا الحالة التي يعيشها في عراق حالة مزرية شعب لا يعيش فاقل حتى مسلزمات الحياة اليومية ميليشيات خارجة عن القانون عابثة لا تمثل لا تمثل العراق تمثل القوى الإيرانية العابثة بالعراق تصور ممثلة الأمين العالم المتحدة وهذه أيضا أنا اكتبتها في عدة مقالات بلاس خاربت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة بعدما خرجت بناء على فضيحة في هولندا خرجت كلفت بمهمة أممية هي أن تكون ممثلة الأمين العام للمتحدة في بغداد التقرير اللي تقدم إلى مجلس الأمن الدولي يقدم العراق حالة وردية يعني كإنما هولندا يعني أنا قرأت في مرة من المرات أحد التقارير اللي ترطحها إلى مجلس الأمن وتعتمد يعني يعتمدها مجلس الأمن لا يشكك بها مطلقا يعني والله يقول إن الحياة اللي كتبتها بلاس خاربت يعني في هذا التقرير أتمنى أن أعيش رباحها يعني وآخذ بها بمعنى أن حالة الإيذة إذن لا يمكن أن نتقبل بل بتقارير الدولية ننتظر هنا قد رح السؤال الذي كنت أريد ما هي هو منش المناورة جيوبوريتيكية بالنسبة للجزائر أمام منظمات دولية غير منصفة ومتغيرات على نسيج العلاقات الدولية ومتغيرات تخص الطاقة التي هي سلاح بالنسبة للجزائر قبل ما ندخل إلى الستوديو أتذكر في نقاشك عن حال الهامش أنه من يمتلك المعلومة يمتلك سلطة القرار بكل تأكيد الآن هو التحرك التحرك للوصول إلى المعلومة الحقيقية يعني خاصة المعلومة التي تتعلق بالقرارات المستقبلية التي تتخذها التكتلات والمجامع هنا أنا أريد أن أقول أيضاً تواصلاً مع النقاش أن اليوم ينعقد قمة الاتحاد الأوروبي مع قمة المجموعات السابعة ومع قمة حلب شمال الأطلسي تعرف ماذا سيناقش قمة الاتحاد الأوروبي ماذا ستناقش تناقش استراتيجية جديدة تسمى البوصلة الاستراتيجية البوصلة الاستراتيجية طرحت في نهاية العام الماضي وحددت مبادئها والمبادئ هذه تقوم على ثلاثة أسئلة رئيسية واليوم تناقش يعني في القمة الأوروبية السؤال الأول أنه من يهدد أوروبا بمعنى تشخيص أعداء أوروبا السؤال الثاني هل تمتلك أوروبا العدوات والقدرات اللازمة لصد العدوان الذي يهددها هذا الثاني الثالث كيف تستطيع كيف يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تعيد تموقحها بحيث أن تكون لها الأثر الفاعل والإيجابي إقليميا وعالميا الغريب في هذه البوصلة يعني في البوصلة الاستراتيجية لا تعير اعتبارا لدول شرق المتوسط لا تعير اعتبارا لدول شرق المتوسط أول من انتقد هذه البوصلة انتقدتها تركيا وحتى وصفت وصفت الاتحاد الأوروبي وصفت هذه الاستراتيجية وصفت بالاستراتيجية العمياء حتى أنها تقف تقف عند حدود اليونان يعني لازلت المركزية الأوروبية لازلت المركزية الأوروبية المسيطرة على الاستراتيجية يعني البوصلة الاستراتيجية يعني في أحد عنوانها هي مسألة تأمين الأمن الأوروبي طيب تأمين الأمن الأوروبي لا يمكن أن يكون على حساب دول شرق المتوسط أستاذ سنتا وقف عند هذه النقطة أستاذ حكيم على ذكر البوصلة الاستراتيجية الآن ألم يحن الأوان بالنسبة للجزائر لتحديد ووضع البوصلة الاستراتيجية أو البوصلة الجيو بوليتيكية المتعلقة بالمتوسط بالساحل والشرق الأوسط في ذلك المتغيرة الدولية الرهينة هو بالحديث عن الساحل حتى نسترسل في النقاش التحرك للجماعات الإرهابية أكيد بإعازة استخباراتية في بوركينا فاسو ومالي وإحداث مشكل بين مالي وموريطانيا مؤخرا أعتقد بأن الأمر مطرابط كذلك مع المناطق التي امتد فيها الدب الروسي وهم يستغلون هذه الفترة التي يعني روسيا بعيدة نوعا ما عن مالي وعن جمهورية إفريقيا الوسطى والمناطق وليبيا التي توجد فيها أعتقد بأن الأزمة متعددة الأبعاد والغرب حاليا يحاول يعني الضغط على روسيا من أجل سحب الفاغنر في مختلف الدول الأفريقية والذهاب بهم إلى أوكرانيا من أجل القتال وبالتالي فالبوصلة الجزائرية أنا قلت لك بأن الدبلوماسية أو الاستراتيجيات تحتاج إلى أدوات هذه الأدوات أصبحت واضحة قوة عسكرية قوة مالية من أجل أن تفرض قراراتك وتبسط هيماناتك وتمدد من أمنك الاستراتيجي بعيدا عن الخطابات وبعيدا عن دبلوماسية المواعد لأن الجميع يستمع إليك في دبلوماسية المواعد لكن في الميدان يتصرفون بطريقة وهنا في الميدان لابد ربما أن نكون أكثر دقة يعني أن تحدد الجزائر وفق ما تفضل به الأستاذ الكناني مثلا أن تحدد على مستوى السياسي الرسمي وكذلك حتى على مستوى النخب يعني يكون فيها الشراكة ما بين النخب الجزائرية في شدة تخصصات والجانب الرسمي من يهدد الجزائر؟ هل الجزائر الأليات الكافية لرد هذا التهديد؟ وكذلك تطرح تم وقعها الإقليمي تم وقعها الإقليمي والدولي يعني حتى ربما المستمع وبالأخص الخبير يجدوها كأسئلة ستفتح باب البحث أمام أطروحات يعني ومذكرات كبيرة في الجانب الأكاديمي شوف أستاذ نابين أن تتوقع هجامات في وقتنا هذا أمر مستبع جدا أكبر الحروب وأتكى الحروب هي حروب الحصار وهذا النوع الجديد من الحروب يفرض عليك أن تجند النخبة والمورد البشري الكفء داخل مناطقك من أجل تحصين الجبهة الداخلية وبناء اقتصاد وربما هذا ما يسمى بالحروب الهاجينة يتدخل فيها نعم منذ قليل أشرتم إلى القوى الناعمة هذه المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحقوقية والإعلام مؤخرا صندوق النقد الدولي قبل يوم قال بأنه مستعد لإعادة إعمار أوكرانيا عبر قروض وصندوق النقد الدولي لا يتوغل في الدول لا تملك موارد طاقوية وبالتالي فهذه الأزمات لديها أبعاد مالية واقتصادية وهي أبعاد لمرحلة ما بعد كورونا فهذا العالم الغربي يجب أن يسترجع كل الأموال التي ضاعت في أزمة كورونا على حساب دول أخرى وفي الأخير في الأزمة الأوكرانية سيتفاوض الكبار عن حلول الأزمة الأوكرانية في غياب زيلينسكي وأوكرانيا لأن مرحلة ما قبل الحرب عرفت كذلك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي أمريكا والروس في غياب أوكرانيا وهذا ما يعطينا بأن النظام العالمي لما بعد أزمة أوكرانيا وما بعد كورونا سيتركز على أقطاب واضحة جدا والردع العسكري سيكون أهم معيار لتحديد هذه القوى وبالتالي على الجزائر دائما بالعودة إلى الجزائر ضرورة تقوية الجبهة الداخلية واستغلال هذه الأموال لبناء اقتصاد قوي وتحصين الجزائر من كل التابعات التي ستظهر بعد الأزمة الأوكرانية لأن هذه رسالة لكل الدول التي تعارض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتتمسك بالمبادئ في أقل من دقيقة الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر لمجابهة التحديات في القارات الأفريقية القائمة على أنصارين الرئيسيين هي الأمن والأتصاد لا تعد هذه رؤية استشافية أو رؤية مستقبلية لتضمن قوة الجزائر وكذلك تضمن تأثيرها على مستوى تطورات الأحداث في القارات الأفريقية لكن ما هي الأدوات التي نجسد بها عن أي يجب ضرورة على الأقل لو كان هناك جيش إفريقي موحد لا يمكن الحديث عن محاربة الجماعات الإرهابية في الشق الأمني ولو كانت هناك أموال إفريقية كبيرة لكانت تستغل في جانب تلمية حقيقة الخطابات والاستشراف مفيد لكن الأدوات تبقى أهم أمر لتطبيق هذه المخططات لكن حتى العمم المتحدة اعتمدت المقاربة الجزائرية وقالت هي الحل الأنسب لمواجهة تحديات الغر الأفريقية وخاصة تحديات الإرهاب وبنفس الوقت أن المقاربة الجزائرية أو التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب اعتمدت عالمياً بدليل أن هناك شراكة أمريكية جزائرية في مكافحة الإرهاب هناك رؤى مستقبلية مثل ما قلت أنه تحتاج إلى نوع من السؤال الثاني في البوصلة الإسراتيجية الأوروبية كيف نستطيع أن نوفر الأدوات والعاليات اللازمة لتنفيذ أو لتحقيق هذه الرؤية وحتى الأمم المتحدة استذكر ما قاله الوزير الداخلية الجزائرية الراحل يزيد زرهوني عندما حدث التفجيرات في مبنى الأمم المتحدة في الجزائر واتهموا الجزائر بالتقصير في حماية المبنى قال لهم الراحل يزيد زرهوني قال لهم الأمم المتحدة مثل تلك المومس التي ترافع عن العفا وبالتالي فتعامل الأمم المتحدة خاصة مع القضايا العربية والقضايا الإسلامية يعني يعكس خبتها هنا ربما نطرح إشكالية قبل أن نختم إشكالية إلى أي مدى ستؤثر المتغيرات الراهنة والتحولات المستجدة في توجه المؤسسات الدولية والدول في حد ذاتها مستقبلا وبالأخص على نسيج أعلاقات الدولية إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الحصة التي أرى أنها كانت دسمة جدا بالكثير من الإشكاليات والكثير من المعلومات والمتغيرات المترابطة فيما بينها إذن أستاذ حكيم أشكرك لكل ما تقدمت به كذلك أستاذ جعفر كل ما تقدمت به أشكرك عليه أعزنا المشاهدين كان معكم نبي الكحلوج في حصة الأسبوع المغاربي ترقبونا الأسبوع القادم بإذن الله ليلة سعيدة وشكرا لكم اشتركوا في القناة